انقطاع الدعم عن جمعية لرعاية وإيواء مرضى السرطان الوافدين من الشمال السوري للعلاج في ولاية غازي عنتاب التركية تزيد معاناة المرضى وتسقل كاهلهم والعادل والتفاصيل بعيدا عن منزله يقيم أبو أحمد منذ شهور في هذا المركز حاله كحال جميع المرضى هنا لا مكان لهم في هذه الأرض الغريبة سوى مركز الإيواء هذا يحال المريض بالسرطان من الشمال السوري إلى تركيا ويمنح بطاقة سياحة طبية مؤقتة لا تغطي سوى بعض الحالات العلاجية ويبقى على المريض شراء الأدوية وكثيرا من الأحيان كلفة الصور والتحاليل نحن جئين من المحرر من الباب جينا على أساسنا نتعالج الفجأة طلع عنه علاجنا بمصاري ودوانا بمصاري لا تواخذني أنا بهالكلمة ما عندي لا راتب لا معين لا عندي أحد برا يعاني المركز من ضعف الدعم ويبحث عن التمويل عن طريق التبرعات والحملات عبر السوشال ميديا فهو يستوعب خمسين مريضا في طابقين للرجال قسم وللأطفال والنساء قسم آخر مريضة سرطان صلي ست سنين عبت عالج أنا بيجي من ريف إدلب على سوريا على تركيا أنا عادي هون بمركز الأمل هون هذا مركز إيواء والعلاج بالمنشافة التركية بس بالفترة الأخيرة صار أنه اللي معه وصيقة اللي ما معه وكملك عاب يصير علاجه على حسابه والعلاج غالبا أنه بيكون غالي ومكلف وأكثر اللي عبي جسوريين جيين من المخيمات من جيين حالة تعبانة حتى وصلانين لهون إما معين وعب يوقف علاجين وأكثر من أولاد الغار وهي كم يحتاجين لهذا الشي إن هاي المعاناة اللي أكثر شيئا نعمل عنيهم بهالفترة يطول انتظار كثير من المرضى هنا انتظار عنوانه البحث عن العلاج والأمل بالشفاء في حين يبحث القائمون على المركز عن دعم يغطي بعض الاحتياجات لحالات إنسانية ملحة يهددها ثقل المرضي كل لحظة المركز طبعا المركز بيقدم خدمات الإيواء الأطعام المواصلات الترجمة للمريض لما بيكون المركز طبعا بأفضل حالاته ولكن في فترات كثيرة من السنة بيكون المركز يعني عنده ضعف بتأمين هاي الاحتياجات للمريض مثلا حاليا عنا احتياجات بموضوع الترجمة الطبية ومساعدة المرضى مرافقتهم نحن سوريون منسيون قال لنا بعض النزلاء هنا لو لهذا المكان ربما كنا سنفترش الأرض ونلتحف السماء وننتظر أن ينتهي المرض منا ويبقى السؤال كيف يكون الحال إن انقطع الدعم وأغلق المركز الشفاء والخروج من هذا المكان أمل جميع النزلاء المرضى فيه غير أن الصعوبات التي يعانيها هذا المركز تنعكس على حالة المرضى وسرعة الشفاء الطموح دعم مستمر يبقي الجميع على قيد الأمل وعلى العادل تلفزيون سوريا مدينة غازع انتاب نوبية تركيا ولمناقشة تفاصيل هذا الموضوع رحب بمحمد زينو مدير مركز الأمل لرعاية مرضى السرطان معنا مباشرة من غازع انتاب أهلا بك معنا في هذه الحلقة بداية سيد محمد إذن انقطاع الدعم عن مركز علاج السرطان وذلك يؤثر على حالات مرضية كثيرة التي يستقبلها لو نبدأ بداية من هذه النقطة وتحدثنا عن تفاصيل أكثر حول المركز وخدماته بشكل عام تمام الله يعطيك العافية أول شيء مشكور الأخوة على التغطية التي عمله تلفزيون سوريا مشكورين بداية طبعا مركز الأمل الذي هو موجود بغازع انتاب هو أحد المراكز الأربعة التي تابع لجمعية الأمل انقابحت السرطان طبعا المركز باستقبل دعونا نبدأ بخدماته بشكل عام مثل ما حكينا بالريبورتاج لما يكون بأفضل حالاته هو يقدم الخدمات الإيواء الأطعام الترجمة الطبية الاستشارات الطبية أيضا خدمة النقل من المركز إلى المشافي وإلى المعابر فلما يكون المركز بأفضل حالاته يقدم هذه الخدمات للمريض طبعا المرضى التي يأتي من مناطق شمال غرب سوريا أغلبهم جايين من المخيمات وهنا غير قادرين على على تحمل نفقات النقل والسفر والعلاج وكتير نفقات وخاصة نفقة الإيواء يعني هون المرضى لما بيجي لعن المريض على المركز فهو يعني ملجأ الوحيد هذا المركز ما في مكان يتأوى فيه ما في مكان حدا يقدم له رعاية طبية مثل ما بتعرفي مريض السرطان له عناية خاصة يعني ما أنه مثل أي مريض آخر يعني لما المريض بيروح بيأخذ الجرعة بيرجع على المركز بيلاقي فيه ناس بتدير باله عليه بيعرفوا كيف يتعاملوا معه ممكن المريض يضل ثلاث أربع أيام بعد أخذ الجرعة ممكن يكون تعبار طيب عند للتوضيح أكثر عند وصول المريض إلى هذا المركز ما هي الخدمات المقدمة له تماما قلت لك هي بداية الخدمة الأولى هي الإيواء أنه هو يستقر ويقعد بمكان مثل ما شفت أنت المركز الموجود نستحب إلى المشفى لبداية مرحلة العلاج رحلة العلاج تبعيته نقدم له خدمات الترجمة بالمشافي الطبية لأنه ترجمة القسم السرطان غير ترجمة الأقسام الأخرى بتحتاج إلى أخصائيين بالترجمة أيضا موضوع النقل فيه مثلا مشافي كثير بعيدة عن المركز منأمله خدمة النقل ذهاب وأياب إلى المشفى أيضا استشارات طبية كثير هنا لأنه الأطباء ترك فكثير بحتاج المريض السوري بحتاج إلى حدا أنه طبيب سوري يفهم عليه يشرح له حالته أكثر فنحن في عنا استشارين أطباء استشارين طبعا استشارين بأمراض دم والأورام فيقدمونا الاستشارات طبعا المجاني يعني هن مشكورين يعني من دون أي مقابل نفهم بأن المركز هو مجاني المفترض أن يكون مجاني غير مدفوع يعني هناك حالات من المرضى تتحدث نعم لا لا نحن أنا يمكن من خلال الريبرتاج انتبهت أنه هو مركز مجاني تماما كلية بشكل كامل وهو بدأ عمله من عام 2015 بشكل مجاني وما بيأخذ من أي مريض أي ليرة ولكن المشكلة وين المشكلة مؤخرا يعني خلينا نقول آخر سنة ونص تقريبا لما بدأت المعابر تعطي المرضى وثائق سياحية وليست وثائق تخوله أنه يتعالج بشكل مجاني بشكل كامل المقيمين هنا بتركيا مثل ما تعرف اللي عندهم بطاقة الحمالة المؤقتة بيحصلوا على العلاج بشكل كامل مجاني حتى أي علبة دواء أو أي شيء بشتريه من الصيدلي هو بشكل مجاني ولكن الناس اللي عم نستقبلون نحن لتلك مؤخرا من سنة ونص تقريبا عم يمنحوهم وثيقة ما بتخولهم أنه يحصلوا على دواء أو جرعات مجانية فعب يكون خلينا نقول 40-50% من علاجهم بيكون مجانا بالمشافي ضمن المشفى ضمن المشفى الحكومي ضمن المشفى الدولة ولكن أي علبة دواء أو أي جرعة خارج المشفى فهي مأجورة مثل ما شفنا في أخ مريض سرطان عنده جرعة تتكرر كل شهر 250 دولار مثلا وهي ما يمغطى بالمشافي فهو بضطر أنه يشتري على حسابه ومثله كثير يعني إن كان سرطان رحم الموجودين عندنا الأخوات النساء كمان يعانوا كثير الموضوع على شراء الأدوية الغالية طيب مسألة التنقل والمواصلات أيضا المرضى القادمين من المناطق المحررة إلى أيضا المركز وغير قادرين على الدفع الدفع التأمين المواصلات كيف يتم التعامل معهم صراحة يعني هاي إحدى الصعوبات اللي خليني نقول هي أقل صعوبات بواجه المريض المريض ممكن إذا أمنت له جرعة الدواء اللي هي بـ 200 أو 300 دولار يعني ممكن ينسى أن نقول ما ليش أنا خليني أحط جرة طريق أو نقل المهم أنه الجرعة تتأمل فهذا الأمر صراحة هو من يعني من الصعوبات اللي عبواجها المريض اللي هي أول شيء أنه لكون أول شيء موضوع الانتظار الطويل بسوريا لو أتما يدخل على تركيا هذا أول شيء بواجه المريض الثاني أمر هو الدخول لتركيا والبحث عن المركز لحتى يعني ممكن في مرضى كتير بيجوا بدخلهم من غير معابر ما بيعرفوا أنه في مركز موجود هنا ويجل عننا مباشرة موضوع آخر اللي حكينا فيه موضوع الأدوية والعلاج المأجور فيعني المريض ما عنده بس مشكلة واحدة عنده كتير من المشاكل ولكن أهم مشكلة هي تأمين العلاج صراحة المجان طيب سيد محمد من هي الجهات التي تقوم بتمويل هذا المركز مركز الأمل وهل هناك أي عملية بحث عن مصادر أخرى للتمويل هلأ صراحة دائما في بحث عن مصادر ودائما المصادر متكررة ولكن المشكلة المشكلة باستدامة المشروع يعني نحن مثل ما عندتلك شغالين بالمركز من عام 2015 فنحن ما عندنا مشروع اسمه سنة واحدة وينتهي يجينا داعم يجينا جهة يتكفل بهذا المشروع ويمشي خلاص سنة وخلصت لا هي الموضوع مستمر ومستديم يعني ممكن نحن ما رح نتوقف عند هاي السنة أو السنة البعدة أو اللي بعدة لأ نحن مستمرين طالما في مرضى بدخلوا من سوريا ويتعالجوا بها بتركيا فنحن مستمرين فما في أي داع صراحة بيقدر أنه يأمن لك استدامة كاملة للمشروع فصراحة منعتمد على التبرعات الشخصية التبرعات الخاصة على الحملات اللي ميكون فيها على الفيسبوك على التموي خلينا نقول يعني الشخصية أو الشركات أحيانا في بعض الشركات أحيانا بتساعدنا بأشهر معينة أحيانا بتكفلوا بموضوع مواصلات أحيانا يعني هذا الدعم الموجود وبتعدي فترات كتير الدعم كتير بيخفي يعني فما نقدر نقدم للمريض يعني أدنى الخدمات لنحن نحس نقدم لها طيب لو تشرح لنا أكثر حضرتك تحدثت عن موضوع البطاقة السياحية الطبية التي تعطى أو تمنح للمرضى الرغيبين في الدخول إلى تركيا لو تحدثنا عنها وتشرح لنا ما هي ومعايير إعطائها هي الفكرة بداية لما بيكون مريض بسوريا بتشخص أنه مريض سرطان أو في أمراض أخرى أمراض مستعصية مثل أمراض القلب أو الكبد فلما بتشخص هذا المريض وما بيكون في علاج بسوريا فالطبيب السوري يكتب إحالة أن هذا المريض يجب أن يتعالج بتركيا فهذا المريض بتحول للمشافي إذا كان في منطقة شمال سوريا خلينا أقول بحلب شمال حلب درع الفرات فبتحول للمشافي التركية المشافي الموجودة مثلا مشفى الراعي مشفى الباب مشفى جرابلس فبتحول لهذه المشافي وهناك في لجنة طبية تركية سورية بتقرر وبتشوف أن هذا المريض فعلا لازم يتحول لتركيا لأنه هنا ما فيه علاج وبنحط على قائمة الدور في دور أن هذا المريض مثلا حالته باردة هذا حالته ساخنة فأغلب للأسف أغلب المرضى السرطان يعني بعتبروها حالة باردة فبتأخر كتير حتى يجي دوره فهنا المعبر المعبر التركي هو بمنحها الوثيقة شكرا جزيلا لك أشكرك جزيلا على هذه المعلومات محمد زينو مدير مركز الأمل لرعاية المرضى مرضى السرطان كنت معنا من غازي شكرا جزيلا لك شكرا إلى هنا مشاهدين نكونوا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من لم الشمل تفاصيل أو فتجدونا على موقع تلفزيون سوريا إلى اللقاء بأمان الله